السقة اللي خدوها في المطشات اللي فاتت واخيرهم جزائر والأردن مكسب 3 واحد كل دي سقة للعبة اللي هي تلعب نها تقدي ولكن ما فيش شك انه لو كل العناصر اللي انت قلت عليها دي غابت اكيد هيبقى مؤسرة يعني انت بتتكلم في الشناوي وحجازي وحمدي فتعي وايمن اشرف لا هيبقى ليهم تأثير لانك انت ممكن توصل للمبارة 120 دي وانت لعب قبلها 120 دي ولعب قبلها مع الجزائر مباراة فلو الاربعة غابوا اكيد هيبقى مؤسرة حتى في المراكز يعني انت مثلا لما تيجي تقول الزهير الايسر مثلا واحد زي ابو الفتوح عامل جهد غير طبيعي في الفتولة مثلا وبيهاجم كتير ولعب 120 دي او قريب من 120 دي او بتاع وايمن اشرف متعور مصاب يعني لما تيجي لأي سبب تلعب والفتوح من الحسابات مراوان داود عشان يلعب ماتش زي ده بيبقى صغير شوية لسه يعني ماشي لعب ممكن ربنا يوفقوا يبقى في المستقبل كويس بس انا بتكلم على انا بتكلم على بطولات منتخب مصر لكن فيه لعيبة هتبقى عندها مستقبل بعد كده لعيبة وعدة لعيبة كذا دي قضية تانية يعني التشكيل الامثل اللي موجد بكرة قبل من المعاكلة تونس وقريتك ليها التشكيل الامثل من تمحيارني بقى في الاربعة بتقول اربعة غيبين ولا قولهم بهم بقوا غيرهم بس الشناوي وحمدي وريبين بس لسه لم يتأكل يعني هو الطبيعي ان يلعب الشناوي اكرم حجازي الونش احمد ابو الفتوح حمدي سلية افشا شريف راس حرب ده من وجه نظر انا زيزو ناحية اليمين وناحية الشمال احمد رفعت ده دي وجه نظر الشخصية مصطفى ينزل يعمل اضافة انا بقلت زيزو ليه لان زيزو ممكن يلعب تالي زيزو على اليمين ومين على الشمال رفعت احمد رفعت عايز احمد يبتدي اساسي بك وهو لو ما انا اقول لك كلمة انا بقولك دي وجهة نظري بس انا ما عابش الفرقة مكتملة انا معيك انا معيك انا عايز وجهة نظرك انا مش عايز معلومة انا عايز وجهة نظرك اه لكن لكن المتش في حاجات احداث كتيرة اوي اه مين اللي مجهد اكتر في ناس لعبة عدد ماتشات كتيرة فتعبانة شوية ممكن نريع حد اه يعني مثلا حسين فيصل ابتدى اول ماتشين كويس معقول الماتش التالت كان اقل كتير جدا لانه عمل جهد غير طبيعي في مبارات الجزائر في كميات الجاري انا مش بتكلم في الاداء اداء عمل لمحات حلو لكن انا بتكلم في المجمل في ماتش اردن الاردن وضع عليه التعب جدا في ناس متخيلة انه هو يعني مثلا ده ايه يعني شكت في الاداء في ال من الهنى الهنى لا ماتش الاردن هو كان تعبان حتى كميات جاريو مش هي ميجي ستيليم كورم مش مركز من الجهد اللي اتعامل في ماتش فممكن يبتدي الله اعلم ممكن يبتدي ناحية الشمال مكان رفعة ورفعة ايوال احتياطي بس انا رفعة وزيز وشريف دي وجهة نظري زي ما قلتلك عشان الراحة في بعض اللاعبين طيب لكن لو في موقف تاني كنت اقولك رفعة ايوال احتياطي وحد تاني يبدأ عشان يدي اضافة بعد المياه لو نزلنا هتلاقي انه تسعين في المية من المصريين تقريبا راحين لنفس وجهة نظرك دي احنا سألنا الناس في بداية الحلقة من من وجهة نظركم يعني مفترض انه يقود هجوم المنتخب المصري في مبارات تونس دي علامة الاستفام الكبيرة دايما والمختلف عليها في تشكيل منتخب تعال نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا افتح معاك الكلام شوية عن منتخب تونس طيب عبدو سيد مساء الخير انا شايف ان الانسب لقاءة حكوم منتخب مصر احمد رفعة على الشمال محمد شريف راس حربة مصطفى فاتحي على اليمين طيب شريف المخيف اتفاق من احمد تقريبا الكورة هعليش نتمنى التوفير المنتخب باي اسم طبعا بس شريف لو لعب مواجم صريح هيفرق ان شاء الله طيب شريف واحمد رفعة وحسين فيصل ده علي ابو مثل بالتأكيد محمد شريف تحياتي لحضرتك شكرا جزيلا على التحية وصلت محمد ايمن محمد شريف واحمد رفعة واحمد سيد زيزو وراهم محمد مجدي افشا محمد شريف طبعا دي زهرة باشا واحمد حسن بيقول برضو شريف ومحمد خالد ابو العطى رفعة وافشا ومحمد شريف نادية بتقول محمد شريف خبرته اكبر مع التوانسة وان شاء الله النصر لنا باذن الله ان شاء الله محمد البنة محمد شريف ورفعة وزيزو ومحمود البرديسي برضو محمد شريف يعني الناس كلها مراهنة على محمد شريف الخبر والمحنين مراهنين مع محمد شريف الوحيد لا انا بقولك لا هو جات ناظر ما عليش بقى ما هو انت زي امور اخرى الناس يعني